اذكر حضراتكم بقى لانها بطولة طبعا يعني كانت شبه منسية الزمالك واسوان اقول لحضراتكم مشوار نادي الزمالك ومشوار نادي اسوان حتى وصل الى الدور قبل النهائي تأهل نادي الزمالك لنصف النهائي بالفوز على حرص حلود 3-1 ثم الاسماعيل 1-0 ثم على مصر المقصة 2-0 وبالتالي تأهل نادي الزمالك الى الدور قبل النهائي يوسف اوباما هو هداف نادي الزمالك برصيد 3 اداف في هذه البطولة نادي اسوان تأهل الى النصف النهائي الحقيقة اسوان عمل مطشط كوسك جدا وكسب فئتين في الدور الممتاز ودي كانت مفاجأة كبيرة جدا فاز على كل من سهاج 3-1 والجونة 1-0 والمصري برقلات الترجيح من نقطة الجزاء اكيد طبعا هتركوا عارفين نادي اسوان نزل الموسم قبل الماضي هو بيلعب كاس مصر ثم صعد هذا الموسم ولسه بيلعب كاس مصر الموسم اللي فات وصعد تاني سبحان الله يعني هو هبط وصعد وبلعب كاس مصر الموسم اللي دي بدأ من مفارقات الكرة المصرية اللي احنا كنا بنتكلم عنها كاس مصر 20-21 الزمالك مع اسوان في الدور قبل النهائي يوم الحد 26 يونيا يوم الحد 26 يونيا ان شاء الله هيتقابل نادي الاهلي مع بيرامدز في الدور الربع النهائي وليس النصف النهائي الكاسبان من الاهلي وبرامدز حيلعب بتروجيت في نصف النهائي والكاسبان من مباراة دي اللي هي نصف النهائي ما بين الاهلي او بيرامدز وبتروجيت حيلعب الكاسبان من الزمالك واسوان على نهائي كاس مصر النسخة رقم او النسخة لـ 20-21 ودي كانت طبعا زي ما قلتوا حضراتكم يمكن مهم جدا جدا نستعرض مع بعض نتائج الفرق وايضا موقف الجدول بتاع هذه المسابقة لان فاضل زي ما قلتوا حضراتكم دور قبل النهائي النهاردة وفي دور ربع نهائي ما بين الاهلي وبرامدز ثم الكاسبان من الاهلي وبرامدز حيلعب يوم السابت 2 يوليا اه بتروجيت والكاسبان من الاهلي وبرامدز مع بتروجيت حيلعب هيلعب الكاسبان من الزمالك واسوان يوم 21-7 ده نهائي كاس مصر النسخة الماضية يعني طبعا معلش انا اللي اخبطتوكو ولان النسخة دي كانت زي ما قلتوا حالك ومنسية بشكل كبير جدا الزمالك حقق 27 لقبا في كاس مصر كان اخيرها موسم 2018-20-2019 وتأهل نادي اسوان مرة واحدة في تاريخه لنهائي كاس مصر كانت في موسم 90-91 دي المرة الوحيدة اللي تأهل فيها نادي اسوان الى نهائي كاس مصر كل التماتي طيبا ان شاء الله للمباراة بالتوفيق للفريتين وطبعا نتمنى ان شاء الله نادي الزمالك الفوز في هذه المباراة